هنتعرف على حكاية شتيمة الفنانة تحية كاريوكا للفنانة أنغام وهنعرف ردت بإيه أنغام وإيه ردها الصادم غير المتوقع اللي ردته على إهانة تحية كاريوكا لها الفنانة تحية كاريوكا في أحد لقاءتها التلفزيونية وجهت شتيمة وإهانة للفنانة أنغام بسبب سوء أهلقتها بولدها فأنغام تصدمت جدا لأنها ما كانتش متوقع قبلا إلي حصل وتحية فضلت تتكلم وتصطفيت في الغلط في أنغام ونسيت إنها مشهورة وإن الكاميرا كانت متسلطة عليها ما كانتش مركزة إلا في خلافها مع أنغام ولفت الأليام وضارت والناس افتكرت إن الموضوع عد وفات والبعض نساء لكن أنغام ما نسيتش حقها أبدا لأنها معروفة عنها إنها مش بتسيب حقها أبدا فطلعت مع الإعلامية هالة سرحان وتفتحت سيرة موضوع شتيمة تحية كاريوكا في أنغام فسألتها هالة سرحان عن رأيها في اللقلته كاريوكا فردت رد كان معبر جدا عن صدمتها وحزنها الشديد من موقف تحية كاريوكا المضاد لها فقالت أنا تواجعت جدا من كلامها لكني أعذرها لأنها هي ستة أكبر من أمي فأنغام ردت الإهانة بإهانة وتجريح ولكن بأسلوب مؤدب وشيك لما قالت أكبر من أمي وأعذرها يعني هي ستة كبيرة وكلامها ما يتخدش عليه أبدا يعني أنغام ما أخدتش على كلامها بسبب كبر سنها